في خبر اخر امر قضي تحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بوضع نشط الحقوقي سمير بالعربي الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها تعريض الوحدة الوطنية للخطر فيما امر المستشار المحقق للمحكمة العليا باخضاع خالد باي وكيل الجمهورية السابق لمحكمة سيد محمد تحت الرقابة القضائية وكان رئيس الدولة عبدالقادر بن سالح قد قرر انهاء مهامي البي خالد شهر ماي المصرم وعين بدله دعاس فيصل خلفا لح